اشتركوا في القناة القمر تقريبا استقر في برج الجدي في منزلة سعد الذابح ورح يظل فيها لغاية يعني تقريبا مول ساعات ما بعد العصر وهي منزلة جيدة للعلاج والفراق والخلاص او الحرية ومن الساعة 23 دقيقة بنتقل للقمر بعد العصر لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية وبما أن القمر رح يكون في الجدي فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج دون استثناء نعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم ومنجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا شروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح تكون هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وإرانوس رح تكون في تمام الساعة 6 صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 8 و 31 دقيقة صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية تربيع سلبية بين القمر والمريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 6 و 41 دقيقة مساءا وبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب أما آخر زاوية هي زاوية تزديث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتن وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و 33 دقيقة مساءا وهي بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه في أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 19-11 بيبدأ في تمام الساعة 24 و 29 دقيقة مساءا وبيستمر حتى تمام الساعة 28 و 24 دقيقة مساءا لا ينتقل برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد ثلاث أيام في تمام الساعة 37 دقيقة صباحا بيصير أربع أيام نسبة الإضاءة تقريبا بتكون 18% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 نسبة طبعا سعادتها رح تكون 50% القمر في الجدي حتى يوم 19-11 نسبة السعادية 50% عطارد في العقرب حتى يوم 1-12 يعني هو اليوم لآخر يوم منتحس بنسبة 10% ابتداء من بكرة بصير سعيد لأنه أنها زوايا التربيع الزهرة في الميزان حتى يوم 21-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بنسبة تتراوح ما بين 10-15% بلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي إن اشتدت الضغوط حاول إنك تبرر عملك وأظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طباعك أو أفكارك مشتتة وعصبيتك بتكون عالية نتيجة الغضب أو الاضطراب برج الثور ابتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو تزداد رغبتكم برضو في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك في التطورات غنية بالفرص المناسبة ابتنحسر العواصف أو عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة لأمور إلى علاقة بالسفر أو أي شيء خارج البلاد أو لورشات العمل برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقف متصلبة بل كون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة ركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء شوي ضاغطا أو ضاغطا نسبيا والمسؤوليات كبيرة هدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم عندكم مع هيك انتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه ما تهمل صحتكم هاي فترة عمل جيدة أهم شيء إنك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي وممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء ممكن يكون عندك نوع من أنواع العمل الجديد خلال هذا اليوم برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء يعني الفترة هاي فيها أعمال وإنشغالات منزلية برج العقرب تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة مشاعرك جيدة وممكن تبرر عن مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم إش إنك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك لا تسمح لأحد بإنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي تبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول إنك تجد جديد وأن تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات من أسرع فترات الشهر حاول إنك تدخل التنويع على حياتك الشخصية هاي الفترة فيها انفراج وفيها تسوية برج الدلو ابتشعروا بالتعب نال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا إنك تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة كما إنه ممكن إنك تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر لا داعي للتسرع برج الحوت بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن شارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حشد تأييد أو دعم لقضيتك تتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن إنك يعني إما إنك تفكر بالسفر أو تتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تنضم لجمعية وتهتم لشؤون أقارب أو أقارب الشريك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر